التطبيق الثاني عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني أتحدث عن مرجع جديد في النجف رجاءً أعرضوا لنا صورته هذا هو محمد باقر الإيرواني أبو صادق كما يقول النجفيون النجفيون لا يقولون أبو صادق أبو صادق هذا هو أبو صادق محمد باقر الإيرواني المرجع الجديد في النجف والذي بدأت مرجعيته الجديدة تخطو خطواتها الأولى من الآخر وردتني رسائل مكالمات أسئلة اقتراحات خلاصتها يريدون مني أن أدخل محمد باقر الإيرواني في سنار القمر في الحقيقة لا أجد وقتاً كافياً الآن لكنني أعدكم إذا كان هناك من ضرورة فإنني سأعود إلي أنا راح أخذ قاط خفيف في حلقتين في حلقة اليوم وحلقة يوم غد قاط خفيف للمرجع الجديد محمد باقر الإيرواني إذا كان هناك من ضرورة سأعود إليه حتى أزرق بالسنار مع ملاحظتي أن هراء هذا المرجع الجديد أكثر بكثير من هراء إسحاق الفياط لأن هذه مسلت هواي أتحدث عن المرجع الجديد هواي مسلت فإذا ما أردت أن أدخله في سنار القمر فإنني سيحتاج إلى حلقات كثيرة مثل ما وعدتكم إذا كان هناك من ضرورة سأعود إليه وأكون في خدمته وأدخله في سنار القمر لكن في حلقة اليوم وحلقة يوم غد راح أخذ قاط خفيف في البداية سأعرض لكم مقطعا من تقرير على قناة الحدث بتاريخ ثلاثة وعشرين اهدعش الفين واحد وعشرين ميلادي في الأخبار الليلة هذا مقطع مقطع من ذلك التقرير رجاء أعرضوه لنا أهلا بكم من جديد مع بلوغ المرجع الديني على السستاني سنة الاثنين وتسعين برز الحديث عن مستقبل المرجعية في حوزة النجف لسيما بعد وفاة محمد سعيد الحكيم قبل شهرين أي الفقيه الذي كان يرجح سناد المرجعية العليا إليه في مرحلة ما بعد السستاني وكشفت معلومات نشرها الحدث نت عن المرشح الأبرز للخلافة وهو الأستاذ في الحوزة العلمية محمد باقر الإرواني مضيفة أو مضيفة المصادر أن الإرواني خطى بالفعل خطوات عدة في هذا الطريق رغم وجود فقهاء كبار أمثال إسحاق الفياد وبشير النجفي حيث فتح الإرواني ديوانا أو ما يسميه الفقهاء في النجف البراني البراني هو أشبه بمكتب أو مكان يقصده أساتذة الحوزة العلمية للتباحث بالمسائل الفقهية والقواعد الأصولية ولفت مراقبون إلى ذكاء خطوة الإرواني أي عدم طرح نفسه كمرجع ديني بوجود السستاني فهو لم يطبع الرسالة العملية أي كتاب الفتاوى الذي يرجع له المقلدون أو يؤسس حتى لشبكة ومعتمدين في مناطق عراقية لكنه اكتفى بجلسات مباحثة خاصة دون استخدام بروتوكولات خاصة هذا ويحضر أكثر من ستمائة طالب من طلبة الحوزة العلمية دروس البحث الخارج لدى الإرواني والتي تعادل درجة الدكتورة في الجامعات النظامية هذا الحضور الواسع رده البعض إلى تمييز الإرواني بسلاسة البيان وسهولة العبارة ووضوحها وكان أيضا سببا كذلك وراء الترحيب الكبير بافتتاح الديوان في أوساط العلماء التقليديين داخل العراق وخارجها أيضا هذا ونفت مصادر مطلعة ممانعة السستاني للخطوة التي أقدم عليها الإرواني مؤكدة أن ما يهم المرجع الديني ليس التنافس وإنما الاستمرارية وحفظ الحوزة ومصالح الناس كما رجحت المصادر عدم تصدي أي من المرشحين المحتملين للمرجعية وقطع الطريق على الإرواني وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الباحث والكاتب السعودية حسن المصطفى أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن معنا في الأخبار الليلة وهنا في الستوديو طبعا بداية كنت تحدثت وأسلفت كثيرا في الموضوع المتعلق بخلافة السستاني إلى أي مدى تعتقد بأنه آية الله الإرواني هو الخليفة بالفعل الأوفر حظا للسستاني ولماذا؟ الإرواني يمتاز بمميزات عدة فأولا هو فقيه مشتهد أي أن لديه القدر على استنبات الأحكام الشرعية الأمر الآخر أن لديه شبكة كبيرة من طلبات العلوم الدينية فهو يدرس لأكثر من ثلاثين عاما سواء لدروس البحث الخارج التي تعادل الدكتوراه أو دروس في الأكاديميات النظامية إضافة لذلك أنه يتمتع بنوع من التقوى والزهد ولديه أيضا علاقات جيدة جدا مع مجايليه أمثال آية الله حسن الجواهري أو آية الله الشيخ خادي الراضي وكلهما استاذان بارزان في الحوزة العلمية قد يختلف البعض أيهم أعلم الشيخ الأيرواني أم من البقية وهذه مسألة لا أستطيع أن أحددها أنا يحددها أهل الاختصاص وأهل الخبرة إلا أن ما يتفق عليه الجميع أن الأيرواني يمتلك القدرة على أن يكون مرجعا في النجف ولديه لما أسميها المكانة العلمية والروحية كونه تلامذته يمتازون بالانتشار في مدن عدة عراقية وفي دول مختلفة هذا التقرير على قناة الحدث هو جزء من برنامج وراءه محمد رضا السيستاني حسن المصطفى هو جزء من المنظومة السيستانية السعودية المرجعية بعد السيستاني لمحمد رضا السيستاني لا للإيرواني ولا للبطيخ هذه القضية خطط لها السيستاني منذ أن صار مرجعا في بداية التسعينات الذي صنع من السيستاني مرجعا هو ابن الخوئي محمد تقي الخوئي ومعه أخوه الذي كان أصغر منه سنا عبد المجيد الخوئي على أي حال حكاية مرجعية السيستاني تحدثت عنها بالتفصيل في برنامج مجزرة سبايكر إن لم تكونوا قد اطلعتم عليها عودوا إليها واتطلعوا على الذي جرى في بداية التسعينات فيما يرتبط بمرجعية السيستاني على أي حال محمد رضا السيستاني تواجهه بعض المشاكل الفنية وليست الحقيقية محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا بشكل سلس لأن أباه كان المرجع الأعلى وقد رتب له الأمر وأنفقت الأموال الطائلة واشترى السيستاني وولده محمد رضا الذمم من أصحاب العمائم ومن غيرهم طيلة السنين الماضية قطعا السيستانيون والديخيون من أتباعهم لن يقبلوا كلامي هذا ويعدونه ككلام السياسيين أو يجعلونه ككلام دعاية وتهريج الذين يعرفونني عن قرب يعلمون أنني لا أدخل في عالم التحليلات السياسية ولا شأن لي بكل هذه الأجواء بأجواء الدعاية والتهريج أنا أنقل معلومات دقيقة لا أتحدث عن ضنون واحتمالات هناك بعض المشاكل الفنية أكذا يعجبني أن أصلح عليها مثلا صغر عمر محمد رضا السيستاني هو ليس صغير هو قد بلغ الستين محمد رضا السيستاني مواليده سنة 1962 هو الآن في السنة الستين من عمره 18 8 1962 ولد محمد رضا السيستاني يعني 18 8 2022 ستكتمل السنة الستون من عمره فما هو بصغير السن لكن نسبيا نسبيا مع أعمار الذين يمدون أعناقهم للمرجعية يكون صغير العمر من هنا أقحم بمحمد باقر الإيرواني محمد باقر الإيرواني أسن من محمد رضا السيستاني ولكن قد يبدو عليه أنه في سن مقارب من سن محمد رضا السيستاني محمد باقر الإيرواني ولادته سنة 1949 ميلادي يعني هو في السنة الثالثة والسبعين من العمر هذه مشكلة فنية يستطيع محمد رضا أن يتجاوزها بهذه الطريقة بعد أن أعرض عن إسحاق الفياط الذي كان معدا أن يقوم بهذا البرنامج وكان إعداده وتهيئته من قبل السيستاني الأب أما محمد باقر الإيرواني قطعا لم يتصد للمرجعية إلا بموافقة من السيستاني الأب لكن الذي دفع به بشكل واضح هو محمد رضا السيستاني هذا الكلام لا يقال في العلن لا بد أن تعرف الأجواء الحوزوية في النجاف لا يوجد فيها شيء علني هذا أسلوب المراجع تطرح الأمور ويشاع في الأوساط أكثر من احتمال لكن لكنني لا أحدثكم عن احتمالات أنا أحدثكم عن حقائق محمد باقر الإيرواني بأمر من السيستاني الأب تصدى للمرجعية في النجف والذي والذي دفعه إلى هذا وهو يتابعه وبأمر منه بأمر من محمد رضا السيستاني كان هذا التقرير بالتعاون مع السعوديين السعودية منذ أن اتفق السيستاني في الشهر العاشر سنة 2005 مع عمر موسى أن يلقي بالعراق في أحضان العرب وأن يبعد العراق عن إيران بقدر ما يستطيع عمر موسى ألقى بالعراق في أحضان الوهابيين في أحضان السعوديين ومنذ ذلك الوقت صارت العلاقة ما بين السعوديين والسيستاني متينة إلى أبعد الحدود ما أشيع في فترة من الفترات من أن السعوديين سيفتحون قنصلية سفارة في النجف لم يكن هذا الكلام من فراخ طرحوا هذا الأمر وأرادوا أن يعرفوا ردة الفعل فأرادوا أن ينقلوا العلاقة إلى الأجواء العلنية بدلا من أن تكون سرية أنا أسأل المطلعين على الأوضاع السياسية في العراق متى بدأ النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق متى بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي بشكل قوي متى هل من 2003 أبدا من 2003 إلى نهاية 2005 لم يتدخل السعوديون في الشأن العراقي لماذا؟ لأن الأمريكيين قد منعوهم فالأمريكان كانوا يريدون أن يوثقوا علاقتهم مع الشيعة ولكن لما وجد الأمريكيين أن السيستاني يريد أن يلقي بالعراق في أحضان العراب في أحضان السعوديين فتحوا الأبواب للسعوديين منذ سنة 2006 بدأ النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق لماذا؟ لأن لقاء السيستاني بعمر موسى كان تحديدا في يوم السبت 22 2005 لما رجع إلى بلاده وبدأ يتحرك في الوسط العربي عمر موسى لم يلقي بالعراق في الأحضان المصرية أولا مصر بعيدة عن العراق جغرافيا وثانيا الأوضاع الاقتصادية في مصر ليست مريحة وهناك الكثير من الأمور فألقى بالعراق في أحضان السعوديين وفي أحضان الإماراتيين بالتبع فمنذ 2006 توثقت العلاقة السعودية مع السيستاني وولده محمد رضا ومنذ ذلك التاريخ هناك اتفاق على التمهيد لمرجعية محمد رضا السيستاني مرجعية محمد رضا السيستاني تحظى بدعم سعودي إماراتي أمريكي إسرائيلي هذا الكلام لا هو بتحليل سياسي ولا هو بإثارة الدعايات الكاذبة هذه حقائق يعرفها المطلعون على كواليس المرجعية في النجف هناك مراكز للمراقبة في كردستان العراق أتحدث عن مراكز إسرائيلية هناك مراكز للدراسات وللمراقبة ولمتابعة أوضاع العراق إنها مراكز إسرائيلية في كردستان العراق هذه المراكز لها ممثلون من الشيعة من السياسيين من رجال الدين في حلقات سابقة من هذا البرنامج عرضت بعض الوثائق التي جئت بها من موقع الوثائق العالمي ويكيليكس يمكنكم أن تعود إلى تلك الحلقات في بدايات هذا البرنامج عرضت مجموعة من الوثائق الحقيقية استخرجتها من هذا الموقع العالمي المعروف هذا موقع للوثائق معروف عالميا على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي بل على المستوى المخابراتي مخابرات الدول تأخذ منه وثائق موقع معروف استخرجت منه من الوثائق ما يشير إلى هذه الحقيقة هناك أشخاص يعملون في مكاتب المراجع وفي مكاتب ألقادة السياسيين وحتى في المدن الصغيرة وجئتكم بأمثلة لأشخاص في مدينة الحلة وفي أقضيتها في المدن الصغيرة التابعة لمدينة الحلة وفي الكوت وفي مناطق أخرى من العراق هناك أشخاص من الشيعة من رجال الدين من السياسيين أو من غيرهم من المدنيين يجمعون المعلومات كي يوصلوها إلى المراكز الإسرائيلية الموجودة في كردستان هذه المراكز تقيم الواقع العراقي بشكل عام والواقع الشيعية بشكل خاص علاقة إسرائيل مع العراق ليست سياسية هذه قضية دينية عقائدية الإسرائيليون منشغلون بالشأن العراقي لا لأمر سياسي لا لأنهم يريدون النفط العراقي مثلا قد يريدون النفط العراقي ولكن اهتمامهم بالشأن العراقي بالنسبة لهم قضية ستراتيجية هذا موضوع كبير لا أريد أن أخوض فيه قد تحدثت عنه في سالف الأيام لكنني أذكر لكم حكاية ما سمعته من بعض الشخصيات ينقل عن شيخ مهدي شمس الدين محمد مهدي شمس الدين اللبناني الذي كان رئيسا للمجلس الشيعي في في لبنان شيخ مهدي شمس الدين يحكي عن ياسر عرفات وكانت هناك علاقة وثيقة بين ياسر عرفات و شيخ مهدي شمس الدين ياسر عرفات يحدث مهدي شمس الدين يقول له لما كانت المفاوضات فيما بيننا بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل قتل في إسرائيل ياسر عرفات يقول حينما كنا نجلس على حاشية المفاوضات للاستراحة مثلا أو لمناقشة موضوع في حاشية المفاوضات يقول في مرة من المرات قلت لإسحاق رابين وإسحاق رابين كان راغبا في السلام مع الفلسطينيين ولذلك قتلوه قتله الإسرائيليون الذين لا يريدون سلاما مع الفلسطينيين على أي حال هذه مشكلة الإسرائيليين والفلسطينيين مشكلة طويلة عريضة لا شأن لبيع ياسر عرفات يقول لإسحاق رابين يقول تساهلوا شوية أنتم متخافون من هذه النبوآت اللي يعدكم من أنه يجي يوم اليهود من يختفي ورا الصخرة ورا الشجرة الصخرة تخبرنا عنكم هذا اليوم يجي وأنتم تعتقدون بهذا إسحاق رابين شي يقول للياسر عرفات يقول لهذا صحيح موجود عندنا هذا موجود بس مو أنتم هذا الشيع يسوون هذا الجيش الشيعي القادم من العراق يشير إلى جيش الإمام الحج يقول لهذا الجيش الشيعي القادم من العراق هذا هو اللي يسوي بنا الشكل مو أنتم لا العراب ولا سنة ولا أي واحد اللي يسوي بنا هذا ونهاية إسرائيل على إيده الجيش الشيعي القادم من العراق يشير إلى جيش الحجة ابن الحسن هذه القضية واضحة عندهم في الكواليس لا في الإعلام ولا في متن المفاوضات السياسية مثل ما قلت لكم ياسر عرفات يقول كنت جالسا معه على حاشية المفاوضات مثل هذه الأمور لا تطرح في متن المفاوضات هذه تطرح في الحاشية كان حديثا فيما بينه فيما بين عرفات وإسحاق رابين وهو يحكي الحكاية لشمس الدين يقول لأنتم أنتم ياسر عرفات يقول لشمس الدين أنتم أنتم يعني أنتم الشيعة إسحاق رابين يشير إلى جيش الإمام الحجة القادم من العراق وهذا هو الموجود عندنا في رواياتنا وأحاديثنا على أي حال بغض النظر عن هذه الحكاية وربما لا يصدقها البعض هذا أمر ليس مهما لكننا على يقين من أن جيش الحجة بن الحسن سيتحرك من العراق إلى سوريا إلى فلسطين هذا أمر ثابت في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة الإسرائيليون مهتمون بالشأن العراقي اهتماما عقائديا لا يظهرون هذا الأمر في الإعلام ولا يظهرون هذا الأمر في الأجواء السياسية سمعت من الحكايات ومن الوقائع نقلت لي عن الضباط الإسرائيليين الذين جاءوا مع الجيش الأمريكي ودخلوا العراق سنة 2003 سمعت من الحكايات والوقائع ما يؤيد هذا الذي نقله شيخ مهد شمس الدين عن ياسر عرفات الحلقة ليست خاصة بهذا الموضوع لكن الكلام جر الكلام دراسات هذه المراكز الإسرائيلية في كردستان ماذا تقول تقول من أن المرجعية بعد السيستان لمحمد رضا السيستاني ونحن نؤيده كذلك الأمريكان يؤيدونه والسعوديون والإماراتيون نؤيد محمد رضا السيستاني ونحن بحاجة للعلاقة معه كما هو بحاجة للعلاقة معنا في مواجهة إيران هكذا يقولون يقولون من أن المرجعية الشيعية في النجف بحسب ما توصل إليه من خلال رصدهم للمعطيات على أرض الواقع الشيعي في العراق يقولون من أن المرجعية بعد السيستاني لن تكون بنفس القوة أيام السيستاني محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا حاكما وهذا سيبعد الشيعة عنه ولذا سيكون مضطرا أن يلجأ إلينا لأن مرجعية محمد رضا السيستاني ستكون بمثابة حاكما وشيعة لا يحبون رجل الدين الذي يظهر بصورة الحاكم خصوصا فيما يرتبط بالمسائل الدينية المباشرة ومن هنا فإن الإسرائيليين يقولون الشيعة سيتحولون إلى مجموعات صغيرة كل مجموعة ستلتف خلف رجل دين قد لا يكون معروفا وأكثر شيعة سيستقلون بشكل شخصي هم سيتابعون أمورهم الدينية بأنفسهم من دون أن يلجأ بشكل تقليدي إلى محمد رضا السيستاني صحيحا أن المرجعية ستكون له ونحن الأمريكان الإسرائيليون السعوديون الإماراتيون سندعمه لكن هذه الظروف ستكون في صالحنا لأنه سيكون محتاجا لنا في مواجهة الإيرانيين ولأن الإيرانيين سيشتغلون على هذه الأوتار أيضا هذا كلامهم وهذا متوقع لكن لا يعرف أحد كيف ستجري الأمور الشأن الديني كالشأن السياسي لا يستطيع أحد أن يتوقع بالضبط ما الذي سيكون هذا هو كلام الإسرائيليين الذي توصل إليه من خلال رصد الواقع الشيعي العراقي هكذا يتوقعون أن الشيعة سيتحولون إلى مجموعات صغيرة هذا الكلام استنتجه اليهود من خلال دراسة التاريخ السني في مصر حينما تحولت مؤسسة الأزهر جامع الأزهر إلى مؤسسة حكومية صرفة بشكل تدريجي فنشأت مجموعات من السنة التفت حول رجال دين ليسوا معروفين البعض منهم ما كانوا برجال دين محترفين وإنما يمتلكون ثقافة دينية عامة فتشكلت مجموعات في بعض القرى في بعض المدن في أطراف الصعيد وحتى في القاهرة في بعض المساجد واستقلت بأمر دينها ولازالت إلى هذا اليوم ولجأ قسم منهم إلى الطرق الصوفية وهناك من اعتمد على نفسه في تحصيل حاجته الدينية من الفتاوى والأحكام وغير ذلك هذا الأمر جرى في اليهود أيضا الدولة اليهودية في فلسطين دولة إسرائيل دولة دينية صحيح أن لها وجها يمكننا أن نصفه بالوجه المعاصر بالوجه الديمقراطي لكن كواليس ذلك هناك دولة دينية والأجنحة الدينية مختلفة في الجو اليهودي لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لكنني أذكركم من أن قرآننا تحدث عشرات المرات وعشرات المرات عن التاريخ اليهودي وعن الواقع اليهودي الديني لما فيما بينه وبين واقع المسلمين الديني من تشابه إمامنا الصادق عقد مقارنات فيما بين مراجع اليهود ومراجع الشيعة في رواية التقليد التي هي أم الروايات في باب التقليد والتي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لوجود رابطة تأريخية دينية قولوا ما شئتم اليهود كذلك حينما يدرسون الواقع الشيعية هم لا يتعاملون معه على أساس مخابراتي القضية عقائدية دينية بالنسبة لهم بالدرجة الأولى بعد ذلك تأتي القضية المخابراتية والقضية السياسية القضية دينية عقائدية بالنسبة لهم هم يريدون أن يسيطروا على الواقع الديني الشيعي لا لقضية لا لقضية احتلال ولا لقضية مخابراتية صرفة هذه قضية عقائدية ترتبط بخوفهم من الجيش الشيعي المهدوي القادم قد يستبعد البعض هذا الكلام لكن الكلام هذا حقيقة 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 وإلا فهو يمتلك الأموال ويمتلك أموالا طائلة لم تمتلكها مرجعية شيعية من قبله الميزان في النجف الأموال لا يضحكون عليكم التقوى الورع العدالة الأعلمية هذا هراء هذا هراء للضحك على ديخي الشيعة على شيعة الحمير من أتباع مرهج النجف وأصحاب العمائم يسمعونني الآن في النجف وفي قوم أيضا البنرامج يتابع يتابع في النجف ويتابع في قوم هذه العناوين أكاذيب التقوى الورع العدالة الأعلمية الفقاهة كل هذه العناوين للاستهلاك المحلي الميزان الأساس الميزان الأساس في حوزة النجف الأموال الأموال ثم تأتي أمور أخرى العمامة السوداء مثلا العمامة البيضاء حظها في المرجعية قليل وقليل جدا في النجف الشيعة ميالون إلى العمامة العباسية السوداء أئمتنا عمائمهم بيضاء ما هي السوداء الذي أقحم العمامة العباسية السوداء في الجو الشيعي هو المرتضى الشريف المرتضى صار موظفا عند العباسيين ولبس ملابسهم السوداء ولبس عمامتهم السوداء فأقحمها فصارت عمامة لرسول الله عمامة رسول الله كانت بيضاء ما هي سوداء على أي حال هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف الشيعة مضحكة مسخرة لا يحرفون شيئا عن الذي يجري على ظهورهم هم حمير يركب المراجع وأولادهم وأصهارهم على ظهورهم ويعبثون عليهم وهم على ظهورهم والشيعة لا تعرف شيئا محمد رضا السيستاني يمتلك الأموال وقد اشترى الذمم اشترى الكثير من الذمم الأمر ممهد له لكن كما قلت لكم هناك بعض المشاكل الفنية قضية العمر مثلا فإذا ما تصدى الإيرواني ستكسر الجرة برأسه ويخفف الوضع على محمد رضا السيستاني خصوصا إذا ما تصدى رياض الحكيم ابن سعيد الحكيم وهذا متوقع خصوصا وأن محمد رضا السيستاني يدفع بهذا الموضوع في الخفاء حتى تكسر جرة التوريث برأس رياض الحكيم محمد رضا السيستاني هكذا يتخيل هكذا يحلم من أنه بعد موت أبيه سيسعى لتأسيس مرجعية مثالية مثالية بحسب مواصفاته هو كما يريد هو بحيث سيتحرك بطريقة أن يلقي بكل المسؤولية مسؤولية الفساد ومسؤولية الخيبات ومسؤولية الأخطاء ومسؤولية المخالفات الشرعية إلى غير ذلك من القبائح يلقيها على مرجعية أبيه ليس بشكل مباشر وإنما يتصرف بطريقة الناس تستنتج من أن محمد رضا لم يكن راضيا عن مرجعية أبيه ليس عن أبيه وإنما عن وكلاء أبيه سيبدأ بتغييره سيغير الوكلاء هو يخطط لهذا لكنني لا أعتقد أنه سينجح لو سألتموني من خلال خبرتي بواقع الحوزة المعقد والمافيات الموجودة في الحوزة لن يستطيع أن يفعل ذلك هو حالم بتأسيس مرجعية مثالية يريد أن يكون مرجعا دينية ويريد أن يكون حاكما سياسية وهذا لن يستطيع أن يحصل عليه هناك الكثير من العوائق هو جاء بمحمد باقر الإيرواني لعدة أمور أراد أن يكسر جرة صغر العمر برأسه أراد أن يورطه حتى لا يطمع في المرجعية في قادم الأيام ويقطع الطريق على زملائه أيضا مثل هادئ الراضي مثل حسن الجواهري وغير هؤلاء وأراد كذلك أن يتخلص من مشاكل التصدي للمرجعية بعد وفاة السيستاني بشكل مباشر حيث أنه بعدما تنتهي وقائع مجالس الفاتحة والتأبين ويقوم بهذه العملية التقليدية بكسر خاتم المرجع سيعتكف في بيته وسيشاع عنه من أنه لا يريد المرجعية وبعد ذلك سيتحرك المعممون الذين قد اشتريت ذممهم من الآن وكذلك شيوخ العشائر ووجهاء النجف ويقولون من أننا نريد محمد رضا مرجعا وهو يقول لا المرجع محمد باقر الإيرواني وحينئذ محمد باقر الإيرواني سينسحب لصالح محمد رضا السيستاني بسبب الظروف التي ستصنع محمد باقر الإيرواني هو خروف أضحية لأجل أن يصل محمد رضا السيستاني للمرجعية من دون هذه المشاكل الفنية وإلا فهذه المشاكل ما هي بمشاكل مهمة جدا ما زالت الأموال عند محمد رضا فإن أصحاب العمائم عباد الدنار والدرهم أحقر مجموعة بشرية على الأرض أصحاب العمائم في النجر هؤلاء يبيعون كل شيء بالدنار والدراهم إنهم بضاعة معروضة للبيع هكذا تنشئهم الحوزة وهكذا يربون في أجواء المرجعيات الشيعية هذه حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها هذا الكلام الذي أقوله لكم ما هو بتحليل هذه مخططات أنفقت عليها الأموال محمد باقر الإيرواني لا يعرف هذه التفاصيل محمد محمد رضا السستاني خدعه وضحك عليه ودفع إليه مجموعة من أصحاب العمائم أمثال رشيد الحسين فرقد الجواهري أحمد الأشكوري أن يؤيدوه في مرجعيته وجلبوا طلابهم كي يبايعوه كي يجددوا العهد به محمد باقر الإيرواني هذا مضحكة مضحكة فهذا مرجع إذا أردت أن أصفه مثل ما وصفت إسحاق الفياض بأنه مرجع دك فإنني أصف محمد باقر الإيرواني بأنه مرجع فرام إذا كان إسحاق الفياض مرجع دك لمحمد رضا السيستاني محمد باقر الإيرواني هذا مرجع فرام هذه الكلمة أخذتها من كلمة لسيد الشهداء نقلها المؤرخون وأرباب السيار وكتاب المقاتل سيد الشهداء يتحدث عن العراقيين وعن حالهم وما سيأول إليه أمرهم بعد مقتله من أنه سيسلط عليهم سيتسلط عليهم من يذلهم حتى يكون أذل من فرام الأمة وفي بعض النسخ من فرم الأمة الفرم والفرام بمعنى واحد حتى يكون أذل من فرام الأمة وسيد الشهداء أضاف الفرام إلى الأمة لدقة في الكلام لغاية في المعنى الفرام هي خرق حيض المرأة الخرق التي تنظف المرأة بها نفسها عند حيضها الفرام خرق الحيض عند المرأة سيد الشهداء ماذا قال عن العراقيين سيكونون أذل من فرام الأمة أضاف الفرام إلى الأمة لأن خرق حيض الأمة وهي جارية مملوكة لسيدتها وخادمة عندها تكون أقل شأن من خرق حيض سيدتها فهذا أسوأ ما يمكن أن يكون العراقيون هكذا يكونون أذل من فرام الأمة بعد مقتل سيد الشهداء والحديث عن أهل الكوفة بشكل خاص وعن أهل العراقي بشكل عام من هنا أخذت هذه الكلمة الفرام فهذا مرجع فرام بتعبيرنا الشعبي العراقي هذا عظيم من حضاين محمد رضا السيستاني هذه هي مرجعية محمد باقر الإيرواني ولذا طرحوه على الإعلام عبر قناة الحدث من خلال المنظومة السيستانية السعودية وهذا المتحدث الذي كان يتحدث حسن المصطفى هو جزء من هذه المنظومة دفع المعممين إلى الحضور في البراني في براني محمد باقر الإيرواني دعوته لإقامة الصلاة الجنازة على الشخصيات الذين يتوفاون فهو يصلي عليهم وحينما يكون محمد رضا متواجدا معه في مكان فإن محمد رضا يسير خلفه يقدمه محمد رضا يحكم خطته هذا الأثول يعرف شيئا من الخطة لكنه لا يعرف كل التفاصيل كل التفاصيل لا يعرفها إلا محمد رضا فقط لكن المعلومات تتسرب من هنا ومن هناك طريقة محمد رضا يقسم أعوانه إلى خطوط فيطلع هذا الخط على معلومة لا يطلع الخط ثاني عليها ومن هنا فإن المعلومات لا تصل إلى محمد باقر الإرواني إلا بنحو يسير على أي حال أنا لا أعلم بالضبط ماذا يعلم محمد باقر الإرواني مما ينسج له في الكواليس لكنه بالنتيجة تصدى للمرجعية وهو بمثابة فرام لمحمد رضا السستاني بمثابة حظينة حظينة من حظاين محمد رضا السستاني سيمسح بها الأوساخ والقذارات التي تعترض طريقه إلى المرجعية بعد وفاة أبيه هذه هي الحقيقة من الآخر تريدون أن تصدقوا تريدون أن تكذبوا تريدون أن تناقشوا تريدون أن ترفضوا تريدون أن تردوا تلك مشكلتكم قطعا أنا ما تحدثت بكل التفاصيل التي عندي عندي الكثير من التفاصيل وإنما أبديت شيئا منها جانبا منها نذهب إلى ترجمة نانسي قنقر